في 2023 اشتريت البلاي ستيشن 2 وبعدها البلاي ستيشن 3 فصار عندي كل يدات السوني باستثناء الوان فقلت لنفسي لك اشتري يدات الوان وعمل منهم فيديو اصير لليوتيوب فرحت للمحل اللي بيشتري من عنده الاشياء القديمة بس قال لي باعتذر منك ما بقدر بيعك اليد لاوحدها وبالبداية انزعجت لكن وقت نزلي علبة من الرف العلوي وشفت الاشياء اللي بداخلها قلت له لك مو مش يكلي ابدا رح اشتري البوكس باللي فيه وهي البوكس صار في البيت وصار وقت افتحه صحيح انه ليست الكرتونة الاصلية بس متحمس لها كتير فهذا هو الجهاز اللي ما قدرت قاومه لما شفته كيف بدي قاومه البلاي ستيشن 1 هاد واللي صار عمره 30 سنة والشيء اللي جعلني اتحمس اشتريه هو نظافته وكأنه لم يستعملوا لفترة طويلة لك والمفاجأة انه لحد الان جذاب تصميمه له شخصية وحضور لكو صعب ينتسى صعب الواحد يشوفه وما يحبه وهذا قد يفسر سبب مبيعاته العالية اللي تجاوزت بفترته المئة مليون جهاز هذا الرقم حطم ارقام اجهزة اقدم مثل نيتندو سيجا وشوفي شيء اريح للقلب لما يكون مكان الصنع في اليابان والحصول على قطع مثل هاي او حتى منتجات حديثة قد يكون صعب في بلداننا فلهيك بدي خبركم عن راعي الفيديو قبل ما انتقل للامور المرعبة اللي صارت معي معي الجهاز فاعلان اليوم ممكن يحلل لك ازمات فكثير احيان تحتاج منتج يكون موجود بامريكا فقط او بيكون سعره هناك ارخاص بس ما في حدا يوصل لك يا وحتى لو وجدت طلبك على مواقع امريكية مثل امازون واي بي فقد يكون شحنها داخلي فقط طيب شو الحل؟ الحل استكري شركة بتوفر لك اسم وعنوان داخل امريكا وبيكون هذا العنوان معفي من الضرائب الامريكية ولما يصلهم المنتج برسلولك يا لعنوانك في بلدك مع اسعار شحن مقبولة ومن ناحية الامان فالموقع معروف وموثوق تفاصيل الموقع بالوصف مع جوبون هدية بقيمة 25 دولار بمناسبة شهر رمضان وبالمناسبة هاي هي اليدة اللي اشتريت الجهاز بسببها لك كل شي فيها ينطق بالفخامة حتى كبلها اجبل من مئة وصلة USB وفعلا مستغرب ليش بلايستيشن تخلت عن اللون الرمادي لك لون مميز وبينفرد عن الالوان الاخرى وكانت هاي هي القطعة الاخيرة الموجودة بالكرتونة يد بيضاء هاي صدرت مع نسخة البلايستيشن سليم وصحيح شكل الجهاز جزاب جدا بس في امور اخرى قدت لنجاحه مثل شو فلبلايستيشن 1 كان انجح كونسول بتشغيل الالعاب ل3D وكان هو اللي بدأ ثورة تشغيل الالعاب من السيديات واني هذا الشيء اللي متشوق له مشتاء اسمع صوت الغطاء الميكانيكي ورؤيته يفتح على مسنن بلاستيكي ومتحمس اكثر لجرب عليه الالعاب بس هون كانت المشكلة البيع ما عنده العاب فلا قدرت جربه وما عندي العاب العبها وعلى كلامه الجهاز شغال بدون مشاكل ومن جذبتي وحماسي ما جربته عنده ولا شغلته وخبرني انه الجهاز معدل وبيشغل اقراس منسوخة فبعد ما اشتريته نزلت ابحث عن محل اشتري من عنده ديفيديات وانا في الطريق اجتني صدمة اتذكرت انه البلايستيشن وان ما بتقرى ديفيدي لكن شو بتقرى بتقرى السي دي اللي اقدم منه وهذا بيكون مساحته 700 ميجا فقط وخفت اني ما اجت طلبي بس محل الكمبيوترات القديم هاد بعمره ما خيب ظني وجدت عنده علبة واحدة والله لقيت اخر علبة ما في غير علبة واحدة اخدتها 20 واحد بيكفي وكنت ايضا محتاج لقلم حتى اكتب اسماء الالعاب بس اكيد ما لي محتاج اذكركم بالاشتراك اشتركتوا لواحدكم صاح؟ ما لا وفي امر اخر اني ما بعرف كيف بدي اوصلوا على الشاشة اه ليه لان ما اجوا معه وصليه فخطر لي استخدموا الطريقة اللي شغلت فيها البلايستيشن 2 عن طريق استخدام محولة لكبل الـ HDMI وبما انه الجهازين بنفس المخراج فقلت اكيد رح تنجح الطريقة ومن ثم طلعت ناسخة هالاقراس من الدرج اللي بدأت انقرد كمان هاي الايام وجلست ابحث على الانترنت على العاب لبلايستيشن 1 بالبداية فكرت انه صعب اجد عشرة العاب هلوين لكن لما تصفحت الموقع طلع الموضوع اصعاب لان كلهم هلوين وكيف بدي اختار منهم عشرة بس وبدأت اختار ونزل لحتى استوعبت فكرة راحت عن بالي احيانا بحس حالي زكي كتير لحد هلأ ما تأكدت انه السوني شغالي قاعد عم بنسخ بالاقراس فقلت لنفسي لا تتهوار اخي انسخ لعبة واحدة وجرب الجهاز لو اشتغلت كمل الباقي فنسخت اللعبة وبقي اكتب اسمها فمين في احلى من تيكن 3 ابدأ فيها ازلت البلايستيشن القديمة ووضعت جهازي الجديد مكانها ادخيلها الرتابة وصلت الكبلات من الخلف واكيد ما مننسى اليد من الامام بسم الله الرحمن الرحيم ايه فيش مالو محتوط شعر 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 ما في اشارة معقول بده وصلت شي اسمه وهون تذكرت انه المحولة احيانا تحتاج طاقة لتشتغل لكن حتى مع تزويدها بالطاقة من جارتها الاكس بوكس ما طلعت الاشارة وهون كانت اول رعبة الي فما عندي دليل انه جهاز عطلان واحتمال كبير تكون طريقتي خطأ وما عرفت كيف بدي اتأكد حتى تذكرت انه في عندي وصلة قديمة تاركها بعلبة البلايستيشن 2 وقعدت بعدها ابحث عن محاولات لنقل الصورة وما بعرف كيف راحها مبالي انه التلفزيون بغرفة الجلوس فيه مداخل قديمة بس طلع في خمس مداخل بدل ثلاثة وهون بدأت بمتاهة جديدة التجربة الاولى طبعا فشلت فلا حصرت صوت ولا صورة ثم بدلت بينهم وطلعت الصورة ايوه اخي القديم ما بيشتغل غير مع القديم جبت التيكن 3 وصلت لاجمل لحظة فتح الغطاء ووضع السيدين ويا الله على هديك الايام حسيت حالي رجعت في الزمن خمسة وعشرين سنة ولما اطمنت انه الوضع تمام امد كمل نسخ باقي الالعاب حسيت حالي صرت مثل صاحب المحل الي كنت روح لعنده اخر كل اسبوع جايب معي المصروف الي مصمده طول الفترة ورايح اشتري لعبة وجلست ازيل سي دي واضع اخر وبقيت على هالحالة شي ساعتين وبعد ما نسخت العشر العاب صرت جاهز وبدأت معتكين يا رجل شو هالمقدمة الاسطورية وتقديم اللاعبين الرائع لك فخامة اللعبة واضحة من قبل ان تبدأ تيكني 3 هي افضل جزء بالسلسلة هذا اذا ما كانت امتع لعبة قتال بالتاريخ لك ما حد عم يقدر يعمل مثلها وبتوقع السبب ان اخذت الامور بشكل واقعي استخدمت تحريك حلو وشخصيات رائعة وركزوا انه كل لاعب منهم يؤدي فن قتالي واضح محدد ومختلف عن الاخر وبقي اني استمتع باستخدامه بتذكر انه قدام اكس كانت تعمل الحركة هيك برجلة هيك مروحة هي 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 ليكا واستغربت كيف ذاكرتي رجعت بعد كل هالسنين لك طلعت ما لي نسيان الحركات بس الحركة المفضلة كانت عند لعبي المفضل بينما اللعبة الثانية اللي اخترتها ما كانت من العابي المفضلين بس وقت شفت اسمها اتذكرتها فورا رود راش لعبة قتال ميتورات وما بعرف ليش هذا النوع انقرض متل ما انقرضت سلسلة رعب كانت في قمة الروعة وقدرت العبها ايضا بها الفيديو هلا صحيح رسومات رود راش تعباني بس كأن هالشيء كان يعطي مساحة اكبر للمطور يركز على متعة اللعبة نفسها فكل شي فيه عام يقل لي تركني بس ما كنت قدران اتركها من متعة الصباق فعلا غريب امر العاب زمان بس ما كان اغرب من الاحساس اللي حصلت عليه من اللعبة الثالثة Middle of Honor السلسلة اللي نافست Call of Duty اللعبة كانت جدية بشكل بتبدأ مع قائمة عتيقة رائعة وجوها اقرب ما يكون لفيلم الرعب ومطابق لاحداث الواقع فالحرب مقيتة وليست عبارة عن استمتاع مثل الالعاب اليوم وغو غو غو مثل الافلام الامريكية لا الاصوات عم تحسسني بجو الموت واطلاق الرصاص على الجندي لكله وزن بيعاني وبتعذب قبل ما يموت وانا تعذبت بطريقة التحكم والاطلاق صعبة لكنها ممتعة واذا متت تعيد المرحلة من الاول يعطيك العافية وعلى سيرة الاول كان عندي فضول جرب اكتر لعبة مبيعا على بلاي ستيشن 1 فعرفت من الفيديو الماضي انه فاينال فانتيزي 7 الاصلية كانت صاحبة المركز الثاني طيب مين الاول فطلعت جران توريزمو اللعبة هاي باعت فوق العشرة مليون نسخة انا هلا ساويت واحدة بلاش طيب ليش شو اللي شهرها القوة تبعها واضحة من البداية القوائم واختيار السيارات فعلا شي مرتب وصحيح شكل الرسومات يبدو عادي الان بس هذا المستوى كان خرافي بوقتها والخرافي اكثر هو الجملة اللي رح الكم ياها القيادة فيها ممتعة اكتر من جران توريزمو سفين كيف فالله ما بعرف لكن هي هي الحقيقة والحقيقة ما توقعت استمتع باللعبة الخامسة لان ختمتها بمستوى رسومي افضل لما عملو لها ريميك كراش الغنية عن التعريف اسأل اي واحد بيحب سوني عن افضل الالعاب اول واحدة بتخطر بباله كراش والصعوبة فيها يا اخي كانت واضحة من البداية فوق الست مرات مصمم بدي اخد كل سنديق المرحلة الاولى وبالنهاية طلع في منهم سنديق ما اخذتهم وهذا الامر اللي كان يدهشني كيف بيصمموا مرحلة خطية صغيرة وبنفس الوقت يقدروا يخبوا السنديق اشي طيار لي عقلي وطار عقلي اكثر لما جربت سبيدرمان بطلي المفضل لما كنت صغير وتلقائيا رجعت اعمل حركاته الله يستر علينا ووقتها كانت التقنيات ما بتسمع لهم يصنعوا الشوارع ويا دوب الجهاز يتحمل الاسطح فطلعوا بفكرة زكية وعملوا لك قال الغاز المميت اللي غطى ارضية المدينة ومع اني استمتعت فيها ورجعتلي الذكريات بس صعب اقدر اكملها ففعلا زمانها خلاص على عكس العاب ما زالت بتلعب لحد الان حتى لو بنسختها القديمة بس الشركة سحبت عليها ومعام افهم السبب فمو حرام لعبة رعب متل داينو كرايسيس تلتغى لك صوت الدخول الها لا واحده بيرعب وكانت تعتمد على بناء الرعب التدريجي والاحلى انه الديناصورات يعني خليها نكون واقعيين ما بترعب بس كابكم نجحت بجعلهم مرعبين ان كان بالجو العام او شخصية اللاعبة نفسها كل هالامور صنعت ايقونة ما بيتذكرها الا اللاعبين القدامى وشو في اقدم من سلسلة توم بريدار اللعبة اللي اسست الطريق لكل الالعاب الاستكشاف والمغامرة اللي بنعرفها اليوم بس هذا الجزء كان معقد حياتي وفكرت انه بالخبرة اللي اكتسبتها عبر السنين رح فك هذه العقدة اليوم افكت حياتي وما انفكت فما زلت اذكر اول مرحلة اللي تبدأ فيها بالتزحلق وكنت دائما اموت ببدايتها وما اقدر كميت والان كمان ما تغير شي توم بريدار كانت من اصعب العاب الالغاز واللي يختم مرحلة واحدة يعتبر اسطورة لذلك تركت اسطورتين للاخير واولهم بيس ثري اللي كان اسمها ويننج 11 هذا الصوت خلاني واقفة من الفراحة كلما تصر بدي شوفها متذكرها تنتين لفوق تنتين لتحت يسار يمين يسار يمين اكس مربع لا ليكا ليكا طلعتها بس في فرق بالمكان الي بدك تحط فيه هون يسار يمين يسار يمين اكس دائرة ابطال العالم ادول كانوا ادول فريقين يا ربي دخيلك عالذكريات والله انبسطت بهاللعبة اكتر من البلايستيشن 2 وال3 بيس ثري وبدون مبالغة هي من وضعت اساسيات كرة القدم في الالعاب وبما اني مؤخرا لعبت كل اجزاء فيفا بقدر اقولها بكل ثقة بيس بذلك الوقت كانت سابقة فيفا بمراحة ان كان بسلاسة اللعب او الذكاء الاصطناعي وهل كان في احلى من التعليق على الاهداف بالياباني ايه كان في احلى واللي هي احلى لعبة ريزدنت ايفل 3 فكانت اول لعبة لعبتها على بلايستيشن واضغيت عليها اشهر احاول اختمام وما كنت معرف حرف واحد بالانجليزي ومع ذلك مستمتع فيها وخايف منها بنفس الوقت يا اخي الاخراج فيها مو طبيعي وهي صاحبة اقوى مقدمة مقاطعها السينمائية كانت سابقة عصرها واسلوب الكاميرا الثابتة بجنن فهالنظام جعل المطورين يبنوا كل مكانه زاوية بفن لا ينتسق لحد الان هاي الاماكن من راكون سيتي محفورة بذاكرتي والنميسيس هو الوحش المفضل يا لطيف شو كان يرحبني وتخبى منه ورا الصوفاية ولحد الان ارتعبت منه شكرا بلايستيشن 1 فعلا احلى جهاز خبرني بافضل لعبة عندك لعبتها عليه ولا تنسى تشوف هدية استكري بالوصف والسلام عليكم